زي ما بيقولوا كده انه فيه زي عجينة العشر دقيق فيه أكلة العشر دقيق النهاردة هنعمل أكلة أنا بسميها أسرع أكلة في التاريخ وأشهى أكلة في التاريخ اللذيذ اللي فيها انه الصغيرين بيموتوا فيها والكبار بيحسوها كده حاجة مختلفة وجديدة شعرية بالفراخ بالكاري حاجة جديدة تتقدم بدل الرز وبدل الماكرونة هتدمنوها يلا بينا نشوف الوصفة مع جاس عاملة زي هنزل بي مكعب الزبدة بتاعي أنا من ترشيحاتي انه انتوا تستخدموا سمن بلدي في الأكلة دي مع الشعرية بتدي طعم خطير هنستخدم عليها شوية زيت صغيرين قوي مش كتير طبعا عشان متحرقش هنبتدي ننزل بي بصلايا صغيرة متقطعة صغير قوي هنزل معلقة كبيرة من التوم المهروس هنزل بعدها على طول بتلت أنا عندي هنا تلت كيلو من الفراخ أنا مقطعها صدور الفراخ مقطعها زي الشاور من الزبت تقليب سريع علشان كل الأطعامة تدخل في بعض الزبدة بقى بالتوم بالبصل هنزل بي نص معلقة او معلقة كبيرة شوية صغيرة قصدي من الفلفل الاسود التركية الخطيرة معلقة كبيرة مليانة من الكاري او اقل شوية دي اللي هتدي الطعم واتحول الفراخ لحاجة تانية خالص بالشارج اهي هنزل بيها كلها مع الكاري عمتا بحط الملح ما بيبقاش كتير شوية لان الكاري اصلا شوية يعني من الحاجات اللي هي التوابل العالية شوية اللي فيها الحاجات عالية شوية هنزل بالملح بتاعي وابتدي اقلب الفراخ بتاعتي هنقلب بقى الفراخ كل ده على نهر من متوسطة لعالية ليه؟ علشان الفراخ تكتم الجوسز اللي بواها بصوا بقى لون الفراخ وهتلاقوا الريح هطلعت يا جماعة خطير خطير اهو تقلبتين كده لحد ما الفراخ احس انها خلاص دخلت في السوى اول ما هتصل في السوى هرفحها من عالنار وانزل بالشعرية طورا ممكن اكتفي بالتشويح بتاعها كده تمام؟ ولكن انا بحب اشقها كده بشوية شربة صغيرين اوي او شوية مية يدوبك يعني حاجة بسيطة علشان تستوي اسرع هتبتدي تطلع الاطعامة اللي جواها مفيش اربع خنس دقائق بكتيره هتلاقوا الفراخ دخلت في السوى الاطعامة كلها هتدخلت في بعض هتبتدي ارفحها من عالنار على طول في اي ضال عندي فاضية اهو لونها خطير بحتها حلوة جدا ما فيهاش زفارة ما فيهاش اي حاجة لان حركة التومة مع الزبدة مع الكاري مع التوابل البسيطة دي خلت الفراخ الطعمة بتاعها في حتها تاني طيب بعد ما شلناها بقى خلاص اهو شلنا كده كله في نفس الحل هنزل بحتة زبدة مش كبيرة اهو يضوبك مع العلقة المانية لزبدة اهو مع شوية زيت صغيرين برضه عشان ما يتحرقش في نفس الحلة اللي نزل منها البهاريز كده بتاعت الفراخ هننزل بالشعرية فهتاخد كل اللي هتلمها بقى بتاعت الفراخ كلها انا هنا مستخدمة كيس الشعرية الكامل اللي هو حوالي 400 جرام هننزل بيه بقى اهو شايفين الصاص بقلواناته برحته هننزل على طول بالشعرية بتاعتنا اهم تركاية في الشعرية لما تيجوا تعملوها اول تركاية ان الزبدة او المادة الدهنية تكون كافية للشعرية يعني وانا بقلبها كده الاقي في الاخر خالص الشعرية بتاعتي بتلمع تانية ركاية مهمة جدا هو ان انا بحط بايدي كده شوية ملح على الشعرية اهو بالطر بايدي يعني بوزعه على الشعرية كلها تالت ركاية مهمة جدا بالنسبة للشعرية هو التقليب المستمر انا مش همشي من قدامها بعد ما الشعرية خلاص خدت اللون اللي هو الدهبي هنزل بالفراخ بتاعتي على طول بالصاص اللي كان بتبقي منها اهو هتلاقوا فيه صاص كده من تحت اهو تقليب بقى كله مع بعضه ابتدي انزل بكوبايتين كبار من الشربة او هقولكو توصل لحد فين الشربة لازم تغطي الشعرية بمقدار نص عقلة صبع زي ما انتو شايفين كده نص عقلة صبع قد حاجة قد كده اول ما هتتشرب كل المية بتاعتها اه الشعرية هبتدي غطي عليها خالص لحد ما تستوي وتديني التعم طيب قبل ما اعمل الموضوع دوت هعمل تحميصها بقى كده للمكسرات بتاعتي الموضوع ده اختياري ولكن بيدي للاكلة دي يعني بيعليها في حتة تانية خالص وخاصة لو عندنا عزومة اوكي هننزل بحتة زبدة مش كبيرة حتة صغيرة يعني احنا ممكن نقلل الزبدة مفيش مشكلة خالص شوية زيت زتون صغيرين يعني ممكن تقليلوا كميات بتاعت الزبدة اللي انا حطها هي اهم حاجة بس في القصة دي كلها المادة الدهنية او الزبدة مع الشعرية مش مع الفراخ كمان انتم ممكن تشوحوا الفراخ على فكرة بشوية زيت زتون صغيرين جدا ويبقى الموضوع اخفى بكتير اول ما زبدة والزيت يبتدوا بقى بتاعي كده يدبالو كده شوية هنزل بيه اللوز بتاعي انصاف اللوز كده بالمنظر ده ياخد بقى كده ايه شوية دلع بقى شوية دلع مع الشعرية اهو واغلفها كلها مع بعضها لحد ما يتحمص على نار من المتوسطة العالية شان يدينا الطعم الخرافي اللوزة حمص ريحته بدأ تطلع ننزل بقى في الاخر خالص بعين الجمال وده برضو اختياري المقصرات اختياري ولكن في العزومات يا جماعة ده يعني بيعلي جدا وبيخليك حاسس ان انت عملت وجبة خطيرة وفي نفس الوقت وقتها وليل جدا لان الشعرية خلاص خلصت ده خلص زي ما بقول لكم مع جنة العشر دايق دي اكلة العشر دايق الخطيرة الشهية هنقلب تقليبة يدوبك بس العين الجمال يترا ويلمع كده مع اللوز وشكرا جزيلا طلعنوا على جمع كده الشعرية بتاعتي خلصت خلصت كده هو او كده هو تمام فالشعرية بعد ما خلصت انا رفعت من عليها الغطا لان انا حاسيت انها ممكن تتهري سنة لو حاسيتوا انها هرتهري سنة او الشربة زيادة يعني دوبك الشربة مفروض تبقى مغطية دوبك الوش حاسيتوا ارفعوا الغطا علشان متتهريش منكم هتلاقوا الموضوع زبط جدا بالشوكة ابتدي اقلب الشعرية بتاعتي واطفي عليها على طرر خلصت كده الاكلة بتاعتي خلصت هبتدي اغرف احط اللوز وعين الجمل والزبدة اللي نازلة من اللوز بتدي تايست حلوة قوي مع رشة البقدونس في الاخر حاجة كده مزيكة ابتدي بقى احنا عندنا وقت نزين بقى شوية كده بقى دونس من على الوش يعني يا دوبك كده ايه مش عايزين يعني نغطي الشكل بتاعنا اهو بالطريقة دي بيدي تايست لذيذ قوي بصراحة يعني مش مجرد تازين اهو كمان بيدي تايست وريح حلو قوي العلامة بقى يا جماعة ننزل بقى بالمكسرات بتاعتنا المتحمصة والله قلبة الاكلة لحاجة عالمية وقت الدوقان بقى احلى فقرة بالنسبالي انا احب ادوق الشعرية باللوز كده بالفراخ شو بقى الجو ده فيه ايه يا جماعة وبعدين يا جماعة الاكلة دي تنفع في الشيطة قوي لانها سخنة كده وده فيها وحاجة عظمة عظمة طب ينفع كده طب يرضيكو كده خطيرة 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 عملنا الاكلة شكلها شيء جدا اكلناها بطريقة مختلفة ولا رز ولا مكارونا ولا اي حاجة اتعاملت فما فيش حاجة علمية قربوها مستنيكو تقولو لي رأيكو ايه واي واو تنشو جاس موسيقى كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم موسيقى